لم يحدث أبدا أن تعرضت بلاد لصواريخ تفجر أرضها وأهلها وصواريخ مشابهة تماما تفجر شبابها لكنها افتراضية لم يحدث أن تتشارك أنواع الأسلحة الحقيقية والافتراضية في بلد واحد كالعراق وهذا ليس مصادفة أنما ثمت أسباب عدة تجعل من السلاح لعبة في يد من يسقطها على رؤوس العراقيين ولعبة في يد شباب العراق تكشف ذناشنال البريطانية عن نسبة ستين بالمئة من شباب العراق وتحت عمر الخمسة وعشرين عاما يمتلكون أسلحة اللعبة وساحة المعركة الواسعة كما هي اللعبة التي يسود فيها منطق القتل والهجوم والدمار جرائم إلكترونية تقف عندها مديرية مكافحة إجرام بغداد لتكشف الخفايا ثم تلغز أيضا تحله المعلومة التي كشفها التقرير تكشف عن خطر ارتفاع البطالة والفقر الذي يجعل الشباب يلجأ إلى مصدر دخل أو إضاعة وقت لكنه خطر أكبر حينما تفسر الظاهر على أنها لجوء للإدمان على لغة القرب والقتال ما يؤيد نظرية تأثري بالواقع الأمني المليء بالحروب والصواريخ أما الحلول فلابد لصوت الصاروخ أن يصمت ولابد للفقر أن يموت ولابد للعراق أن يعيش شبابه أمل الغد ومستقبله ورأس ماله